شعر النيل حافظ إبراهيم قال بزمان أبيات شعر كتير كنا بنحفظ بعضها وإحنا في المدرسة كانوا بيعلمونا أن العلم يرفع بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيوتا العز والكرم كانوا بيحسونا دايما على طلب العلم نحن نتعلم وكانوا بيقولونا أن علماء المسلمين القدامى كانوا علماء موسوعيين كل عالم فيهم بتلاقيه عنده علم في الفلك وفي الرياضة وفي الرياضيات وفي الجبر وفي الطب وفي التشريح وبدأوا يعلمونا وإحنا صغيرين جيلنا قال لك بس يا عم تعالى إحنا هنغير النظام السنوية العامة وكل شوية قلونا تطوير التعليم جابوا أحمد فتح سرور وقالوا حيطور التعليم مش أحمد فتح سرور وبعدين جابوا الدكتور حسين كامل بهاء الدين وقالوا حيطور التعليم ومش حسين كامل بهاء الدين وبعدين جابوا مش عارف المحجوب وقال حيطور التعليم وهكذا كل ما واحد فيهم يدهي شوية يطور التعليم السر في تطوير التعليم إنهم مش عايزين يبنوا مدارس جديدة ومش عايزين يعينوا مدرسين جداد لأن عندهم تقريبا عجز حوالي 400 ألف مدرس فيعمل إيه؟ يصرف على التعليم؟ لا حاشة لله ما يصرفش على التعليم يجيبوا واحد كان فاشل وصغير ومعرفش ياخد سنوية عامة من مصر وفاشلوا مسبوط في 3-4 جامعات الشاب ده اللي شفناه قبل كده في مشهد كوميدي في فيلم الناظر بتاع علاء ولي الدين الله أرحمه في بداية الألفنات كان نموذج للطالب الفاشل اللي أخدها بالدراعة وبيقول مفيش تعليم هنا يبدو إن نفس السحنة دي لما كبرت بقت دي وسبحانك يا رب بقى وزير التعليم ويبدو إنه نفس الكلام ونفس الخطة ونفس المبدأ عنده إنه بلطدي وفاشل وما عندوش أي مؤهلات غير إنه جاي يقول لنا مفيش تعليم هنا المشهد اللي حصل به العبس بنتيجة السنوية العامة بيقول إن الراجل ده مش مؤهل لأي حاجة غير إنه يبقى الطالب الفاشل البلطجي اللي لما كبر بقى وزير إذا كان ده وزير تربية وتعليم في مصر اللي كان وزير التربية وتعليم في يوم الأيام فيها طاعة حسين يبقى على الدنيا السلام ولا على البلد السلام ولا على العلم السلام ترجمة نانسي قنقر